فيه النهاردة بقى خبر مهم كمان على الصعيد الإداري النهاردة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي تم طبعا تكليفه من قبل المجلس في الاجتماع الأخير مبارح أنه يشرف على الجهاز التنفيذي للنادي طبعا هذا الإشرف بعدما تم توجيه الشكر للعميد محمد مرجان النهاردة عقد اجتماع مهندس كفراوي مع مديري الإدارات في الأهلي وقيادات الفروع في الجزيرة تحديدا ومدينة نصر والشيخ زايد هنا الاجتماع تم فيه منقشة أكيد سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري تحديدا التأكيد على المتابعة المستمرة لملف الخدمات وأكيد الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومة العمل داخل النادي الكبير خلال الفترة اللي جاية كمان كان فيه بحث مع مديري الأفرع عن بعض المقترحات والتأكيد على تلاف السلبيات في كافة القطاعات الخدمية تحديدا ورادية وأكد مهندس كفراوي خلال الاجتماع دوت على الضرورة أنه جهود تتوحد من أجل الحفاظ على منظومة العمل داخل النادي الأهلي كل ده تلبية لاحتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس أكيد الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطير كل التوفيق طبعا للأستاذ إبراهيم الكفراوي هو فيه مهمة مؤقتة لحين طبعا التعاقد أو قدوم مدير تنفيذ جديد للنادي الأهلي طبعا بعد رحيل العميد محمد مرجان هذا كل التوفيق لنادينا